بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة سنتكلم عن طريقة عمل الذكاء الصناعي كيف يعمل الذكاء الصناعي أو طريقة عمل الذكاء الصناعي للإجابة على هذا السؤال فيجب أن نعلم أولا أن الذكاء الصناعي مبني على علم الرياضيات وبالتالي كل ما زاد فهمنا للرياضيات كل ما أدى ذلك إلى زيادة استيعابة للذكاء الصناعي تعتبر بداية الكمبيوتر تعود بدايته إلى الآلة الحاسبة حيث كان الهدف من إنشاء الكمبيوتر هو إجراء العمليات الحسابية بحيث أصبح جهاز الكمبيوتر يقوم بإجراء عمليات حسابية في ثواني وهذه العمليات الحسابية تطلب للإنسان أن يقوم بها في مئات وآلاف السنين وهذه السرعة جعلت العلماء يطورون الكمبيوتر في وظائف أخرى غير عملية حل المسائل الرياضية من أهم القواعد المبنية عليها الذكاء الصناعي هي رقم واحد الجبر الجبر وهو لحل مسائل حسابية مكونة من أرقام زائدة مجهولات مثل لما نقول أن العين هي مجموع جمع الأربعة ألف زائدا واحد فإذن الجمر هو حل مسائل حسابية مكونة من أرقام ومجهولات رقم اثنين الخوارزميات والتي تعتبر تم تطويرها من علم الجبر والخوارزمية هي عبارة عن مجموعة من الخطوات المتسلسلة بشكل منطقي ومفهوم للوصول إلى الحل قام بابتكار الخوارزمية عالم الرياضيات المسلم محمد بن موسى الخوارزمي والذي عاش في عهد الخليفة العباسي المأمون عندنا النظام الثنائي هذا المكون الثالث في عمليات الرياضيات الداخلة في عملية الذكاء الصناعي النظام الثنائي البنري سيستم والذي ابتكره العالم الألماني في القرن التاسع عشر وهو عالم الرياضيات حيث أنه قام بابتكار نظرية واللي هي أن أي شيء في الحياة أو في الكون يمكن تمثيله بالقيمة الثنائية واللي هم الصفر أو الواحد يعني الصفر السالب والواحد الموجب الصح أو الخطأ سواء في المعادلات أو حتى الأسئلة مثال لو أعطيتك سؤال الجزائر هي دولة عربية الجواب هنا هيكون هيكون صح فبالتالي بإيش نمثل الصح؟ نمثلها بواحد يعني موجب يعني صحيح لو سألتك سؤال باكستان هي دولة عربية الجواب هيكون هيكون صفر سالب خطأ فكرة النظام الثنائي في العصر التاسع عشر ما كانت ذا أهمية لأنه لم يكن هناك مكان لتطبيقها ولكن في العصر الحالي يتم تطبيقها في عالم الذكاء الصناعي ولذلك يطلق على التقنية حاليا بالتقنية الرقمية لأنه يتم تمثيل جميع البيانات التي يتم تماثلها يتم تماثلها بالرقمين صفر وواحد مثل ملفات الفيديو النصوص الصور كلها عندما يتم تخزينها في داخل الأجهزة أو نقلها في داخل شبكات نقل البيانات حيتم نقلها على شكل أصفار ووحايد في داخل الكابل وطبعا أصفار ووحايد في داخل وسائط أنظمة التشغيق يعني في داخل أنظمة التخزين ولكن في داخل الكابل بتكون على شكل نبضات كهربائية واللي تكون إما سالب أو موجب موجب يعني يعني واحد والأصفار بتكون سالب يعني بالتالي أي البيانات لما يتم تمثيلها بصفر وواحد يعني سالب وموجب فبالتالي الأصفار في داخل الكابل رح تكون إشارات كهربائية سالبة والوحايد رح تكون إشارات كهربائية موجبة ولكن قبل استخدام النظام الثنائي في الحواسيب في القرن طبعا في القرن الحالي تم الاستفادة من النظام الثنائي فطبعا المختلع للنظام الثنائي هو ألف نظرية أنه كل شيء ممكن تمثيله بأصفار وواحد لكن فعليا هذه النظرية ظلت لم تستخدم ولم يتم الاستفادة منها إلا في القرن الحالي عند ظهور الأجهزة الحواسيب عندنا هنا المكون الرابع للذكاء الذكاء الصناعي جابر بولياني جابر بولياني وهو من ابتكار عالم الرياضيات البريطاني جورج بول ويعتمد الجابر بولياني على نقطتين النقطة الأولى وهي الاعتماد على النظام الثنائي اللي هو الصفر وواحد في عمليات الجابر النقطة الثانية وهي الروابط المنطقية والروابط المنطقية Logical Links هي ثلاثة اللي هي ال-end وال-or وال-not يعني و أو وليس نبدأ ب-end وتعني توفر أكثر من شرط واحد يعني تبدأ بشرطين فما فوق عند توافقهما تكون النتيجة موجب واحد إذا كانت جميع الشروط غير متطابقة أو أن إحدى الشرطين غير متطابقين عندها بتكون النتيجة سالب صفر مثال لو كان لدينا نظام ابتعاث وهناك شرطين يجب أن يتحققان في الشخص الذي سوف يحصل على الابتعاث وهما أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية و لاحظوا كلمة و الشرط الآخر أن لا يزيد عمره عن خمسين سنة فبالتالي لكي نحصل على نتيجة موجب فيجب أن يكون المتقدم للابتعاث محقق للشرطين حاصل على الثانوية يساوي موجب عمره لا يزيد عن الخمسة وعشرين سنة يساوي موجب واحد عندها يكون الناتج يساوي موجب واحد أما لو كان الشخص المتقدم حاصل على الثانوية فرح يساوي واحد ولكن عمره ستة وعشرين سنة هنا خالف الشرط الثاني اللي هو خمسة وعشرين سنة لأن عمره زيادة بسنة يعني ستة وعشرين سنة فرح يكون صفر الناتج عندها رح يكون واحد في زيادة صفر هيكون الناتج سالب صفر وكذلك العكس لو كان الشخص حاصل على المتوسطة وعمره أربع وعشرين سنة فسوف يكون الناتج هو صفر لماذا لأن الشرط من الشرطين لم يتحقق في المتقدم بالابتعاث الرابط المنطقي الثاني اللي هو الأور أو المدخلين أو الشرطين صحيحين أو إحداهما صحيح عندها تكون النتيجة موجب واحد ولا تكون النتيجة سالب إلا إذا كان كل المدخلين غير صحيح فمثلا لو كان عندنا وظيفة تتطلب مؤهل دراسي وخبرة في خمس سنوات في المجال فلو تحققش يعني لحظوا معايا هنا المطلوب لوظيفة معينة مؤهل دراسي أو خبرة في المجال ممدة خمس سنوات فلو تحقق الشرطان في الشخص فسوف تكون النتيجة هي واحد موجب إذا تحقق واحد من الشرطين فسوف تكون النتيجة هي موجب واحد يعني إذا كان الشخص يمتلك الشهادة المؤهل الدراسي للوظيفة لكن لا يملك أي خبرة فرح يكون موجب واحد ليش لأن عندنا الرابط المنطقي لو كان هذا الشخص يمتلك فقط الخبرة خمس سنين لكن لا يمتلك المؤهل الدراسي فأيضا يعتبر مقبول موجب واحد أما إذا لم يتحقق ولا شرط من الشرطين في المتقدم يعني المتقدم لا يملك المؤهل الدراسي ولا الخمس سنين عندها تكون النتيجة سالب صفر الرابط المنطقي الثالث اللي هو نط ليس هنا ستكون العملية وهي بدل الامتلاك سوف يكون عدم الامتلاك عدم الامتلاك سيكون هو الموجب فمثلا البنك علشان يعطي قرض فهو يشترط أن يكون المتقدم ليس لديه قرض لاحظ كلمة ليس لديه قرض مع بنك آخر وبالتالي إذا كان المتقدم ليس لديه قرض في بنك آخر عندها تكون النتيجة هي موجب واحد أما إذا كان يمتلك قرض في بنك آخر عندها تكون النتيجة هي سالب صفر هذه كانت فكرة الجبر بولياني والذي يعتمد على النظام الثنائي والروابط المنطقية اللوجيكال لينك العنصر الخامس المكون للذكاء الإلكتروني وهي الدوائر الإلكترونية في بداية القرن العشرين قام العلماء بالربط فيما بين العمليات الرياضية التي تم ذكرها بالدوائر الإلكترونية مما نتج عنه الذكاء الصناعي والدوائر الإلكترونية هي عبارة عن مجموعة من القطع الإلكترونية مثل المكسفات الملف المقاومة الترانزيستور كلها تجتمع لتكون لنا الدائرة الإلكترونية المكون السادس للذكاء الصناعي واللي هي اللغة الآلة machine language أو machine code طبعا الذكاء الصناعي لما تم طبعا أول شيء الدوائر الإلكتروني عندما تم ضمها إلى العمليات الرياضية سابقة الذكر نتج عنها الذكاء الصناعي ولكن الذكاء الاصطناعي سوف يكون عديم الفائدة إذا لم يكن هناك لغة نتخاطف فيها مع هذا العقل الإلكتروني وكذلك سوف يحتاج العقل الإلكتروني إلى اللغة لكي يتواصل من خلالها مع باقي الأجزاء المكونة للآلة وهذه اللغة هي لغة الآلة وهي تمثل أي لغة إنسانية مثل العربية الإنجليزية الفرنسية التركية إلى آخره بتمثلها إلى النظام الثنائي المتكون من أصفار ووحايد وذلك من خلال أن اللغة بتتكون من حروف وأرقام أي لغة بتكون متكونة من حروف وأرقام من خلالها هذه الحروف والأرقام بتم تكوين كلمات والأرقام والكلمات أيضا تكون غير متناهية هنا اللي بيحصل علشان بيكون فيه تخاطب بين الإنسان والآلة فإنه يتم تحويل حروف وأرقام اللغة إلى رموز ثنائية أصفار ووحايد يطلق عليها لغة الآلة بحيث أصبح بإمكان الشخص إعطاء أمر نصي أو صوتي للآلة وبيتم تحويله إلى لغة الآلة وعندها تفهم هذه الآلة الأمر الذي سطر إليها يوجد لدينا عدد كبير من طرق تمثيل الحروف والأرقام إلى لغة الآلة في حيث كل شركة منتجة للحواسيب في البداية كانت تملك أكثر من الترميس اللي هو طريقة تحويل الأرقام والحروف إلى لغة الآلة الأصفار والوحايد طبعا لغة الآلة ستفهمها على أساس أنها موجب وسالب بالكهرباء عندنا IBM لوحدها شركة IBM واحدة من الشركات العملاقة في مجال تصنيع جهزة الكمبيوتر تمثل تسعة طرق ترميز مختلفة لترميز الحروف والأرقام حتى جاء نظام الترميز الموحد اللي هو الـ CSII وهنا اللي هو يطلق عليها أكواد الأرسكي حيث أعطت نظام موحد لترميز الحروف والأرقام والأشكال من الفاصلة والمسافة والأقواس إلى آخره ردتها لما يقابلها من لغة الآلة والمعالج ليس لديه مشكلة في التعامل مع الملايين من الأصفار والوحايد في الثانية الواحدة فلاحظوا معايا هنا عندي هنا مثلا الترميز الـ بمثل الصفر بـ 0011 بعدين فاصل 0000 عشان المبرمج يكتب صفر وتفهم الآلة أنه صفر فهو محتاج إلى كتابة الثمانية إشارات اللي هي الأصفر والوحايد كذلك طبعا هنا لحظة معايا الأرقام هنا الحروف من A Z بعد كده عندي مثلا الإشارات زي الفاصلة زي علامة الاستفهام زي الفواصل زي ال Space كلها بيتم ترميزها بأصفار ووحايد بلغة الآلة بالنسبة لجهاز الكمبيوتر مثل ما ذكرنا ما بيتلك أي مشكلة في أنه يتعامل مع ملايين الأصفار والوحايد في الثانية الواحدة ولكن المشكلة هنا من ناحية البشر وهي أن يقوم شخص بكتابة الأوامر التي يريدها من لغته إلى لغة الآلة أو تحويل ما يستلمه من لغة الآلة إلى لغته ستكون عملية معقدة وصعبة وتستهلك الكثير من الوقت والأخطاء في العملية وطبعا بشكل ستكون عالي لذلك الطفل ممكن يستخدم جهاز الكمبيوتر الطالب لأن العملية أصبحت سهلة لكن في الخلفية كل أمر من الأوامر التي يدخلها المستخدم إلى الآلة سيتم تحويلها إلى لغة الآلة ويطلق عليها الترميذ ويتم ترجمة معطيات المعالج من لغة الآلة إلى لغة المستخدم وبذلك يحصل التواصل المطلوب ما بين الإنسان والآلة واللي هي الآلة مثل الحاسوب من النقاط التي يتم فيها تمثيل العقل الإنساني بالعقل الإنساني بالعقل البشري بالعقل الصناعي هي التخاطب فبالتالي لغة الآلة وفرت عملية التخاطب ما بين الإنسان وما بين الآلة المتمثلة في جهاز الحاسوب العنصر السابع المكون للذكاء الصناعي وهو الاستشعار السنسور الاستشعار وهو وهي عبارة عن جعل جهاز الكمبيوتر يشعر ويمتلك حساسية او احساس بما حوله فمثلا لو هنتكلم مثلا عن امثلة عن السنسور و مثلا للاقيها مستخدمة في البوابات الاوتوماتيكية التي تحتوي على حساسات تشعر باقتراب شخص منها على مقدار مسافة معينة مثلا ثلاثة متر مثلا فيتم فتح الباب بشكل تلقائي مثلا اغلب السيارات الحديثة بتملك حساسات الرجوع الى الخلف بحيث انت لما ترجع الى الخلف كل ما رح تقترب من شيء بيتم تنبيهك بصوت عالي لكي تنتبه ان انت بتقترب مثلا من جدار او سيارة اخرى كيف عرفت عن طريق الحساسات الرجوع عندنا مثلا الحساسات الموجودة في المشتشفيات مثل تحسس حالة القلب نسبة السكر في الدم حساسات الحراق والتي بمجرد ان تصل درجة الحرارة الى نسبة عالية بتصدر انذار بوجود حريق الغسالات الذكية والتي تقوم بتحسس كمية الملابس وتقوم طبعا بتقدير الكمية المناسبة للمياه ومطهر الغسيل تمثل هذه الحساسات الحواس الخاصة بالآلة بحيث من خلال هذه الحواس بيتم جمع البيانات التاتة لكي يقوم المعالج بناء على هذه البيانات بإظهار معلومة معينة او تصرف معين افضل مثال حاليا لجمع المعالج مع السنسور هو مثلا في الطيار الالي وكذلك السيارات من غير السائق الخاصة مثلا لنشوفها الخاصة بجوجل عندنا المقاتلات الطائرات الحربية من غير طيار كل هذه لكي تعمل هي تحتاج الى حساسات وحتى ممكن حتى نشوفها حتى الان في الالعاب مثلا الان مثلا عندنا الالعاب الحركية زي الاكس بوكس زي البلاي ستيشن من الممكن انك تركب ترصط الحركة وما هو اللي عبارة عن سنسور بيرصط حركتك وبينقلها في داخل الشاشة طبعا عالم الاستشعار السنسور في تطور سريع جدا والسنسور رح يؤدي طبعا او رح يعطي جهاء الالة بشكل الالات بشكل عام وجهاز الكمبيوتر بشكل خاص رح يعطي حاسية الاستشعار والحواس لكي يستطيع التعامل معها بالذكاء الصناعي اللي رح يتم امتلاكه في الداخل او الذي يمتلكه جهاز الكمبيوتر الى هنا نكون وصلنا الى نهاية هذه الرسالة اتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة